حيالي شباب شاكوا بشاكوا 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 بخير وصحب السلامة طبعا اليوم رجعنا لكم مقطع فيديو جديد إن شاء الله والهوم فيديوهان من أجمل الفيديوهات اللي حصورها على القناة ليش من أجمل الفيديوهات ستصرحة السنة بذرار جايبنا اليوم اليوم جايب لك كل اللعاب مع البلاي ستشن فايف على الجهاز البلاي ستشن فايف رح تقدر تلعبها على قطعة الإلكرونيكس زين بدون أي طرف ثاني ولا ثالث بس اللي تحتاجه رح أشرح لكيها بالوقت الحالي هنه شغلتين فقط فقط شغلتين توفرهم رح أشرح لك بس قبل لا بل شي شي رح أتمنى من عندك أتمنى من عندك تقدر هذا التعب اللي حيقدم لكيها إن هذا التعب مو عبالة كسه من خمس دقايق أنا بتكرت هذا الشي ماكو شي يجي سهل والله العظيم من البارحة بالليل لحد هذه الساعة أنا ساعة بيزا أصور وربعة وساعة بيش ساعة ب 12 و 38 دقيقة يعني من 12 ل 12 دا أصور يعني من دا أصور دا أملس واير أجيب واير أخلي USB أحط USB أشيل واير أخلي واير أحط قطعة بدأ قطعة بدل برمجة لحد ما ضبطت وياي بس من ضبطت ولا لأشوفون الشعور شون فرح هذا الفيديو صار 100 الف تيس طلعت بي على مدة أضبط الصوت ومتحمس أنه أكمل الفيديو وروي لكم شغلة صراحة ماك واحد عربي شارع عليها واللي رح يشوف رح يقلده ورح يقول آه بجلال آه أنا زويته وبتكر رح يأخذه من عندي طيب يا شباب ما رح أطول عليكم السالفة أتمنى من عندك تشترك بالقناة فعجر السنبيهات خلي ليك هذا الفيديو ومتأكد رح يشير الفيديو لأصدقائك لأن هذا الفيديو رح ينفع ناس هواية ناس هواية تعاني من هذه المشكلة اللي حيح لهم ياه بالوقت الحالي اللي هي العاب بلايستيشن 5 ما يقدرون يلعبوها على القطعة الكرونيكزين ولا على الزيميبكس واليوم رح أخليها تشتول إن شاء الله بذن الله يلا شباب خنبلش الشرح يلا شباب مرضاني طيب اللي تحتاج أول شي تحتاج أنه برنامج ريمون تبلي لحد يقول له بزورة ها شرح لك بالتفاصيل تحتاج هذا البرنامج وقبل كل شيء هذا الواية رد يشوفونه بالنانس الحاطة آني هذا ينبرمج به القطعة أكو برمجة خاصة لازم تسويها المنصة اللي حتخليها المنصة رح تخليها على قطعة الكرونيكزين رح يشوفكم ياه شو رح تخليها تروح للبرنامج أوكي كل البرنامج هذا البرنامج ولا الريمون تبلي رح أخليك ياه بصندوق الوصف ثاناتين تقدير تحمله تخلي الشير هذين الصحات ثاناتين طبعا هاي برمجة متويبة عليها لازم تركز بالخطوات أي شيء يسويه أي شيء يقول لك عليها سوي حتى لو بنمره اللي اشتغلت غير الاعدادات اللي حتسويه اشتغلت القطعة وياك بس هتحصل مشاكل سويه مثل ما أنا بسوي إذن ثاني نشير صحاتهم نانا تخلي على هذا المربع هذا الدائر أقززي مو صح تخلي شيء إذن ندوار شينهم تخلي نانا صح وتخلي أول خيار واضح بعد ما خليت أوتو شكرا نقول لها نمرص هذا السلك العمل يصر علي لنخربطه هذا السلك أبرمج به فقط بس القطعة هس اش عندنا عندنا البرنامج أو القطعة اللي كرونيك زين برمجناها على نظام أوتو تاخذ أي نظام تاخذ أوتو طيب هذا البرنامج راح أخليك بصندق الوصف راح أخليلك اللينك وتقدر تحمل عن الموقوع فلازم أنت تركز هذا البرنامج راح يظل شغال عندك على اللابتوب هذا البرنامج يشتغل على وندوز من الثمانية لحد يعني من الثمانية فما فوق أنا بلوقتي الحال إذا مشغل على وندوز عشرة برنامج مشتغل يمي ما محصل مشاكل بس الوندوز سيفن فما جوه اعذرني ما راح يشتغل هذا البرنامج طيب يا شباب هس اللي نحتاجه شنو نحتاج يده بلايستيشن فايف أكيد يوما البلايستيشن فايف ما راكم ما كبيره انت هس عندك خيارين خيار الاول يوم ما تربط يده على قطعة الكرونيكس زين وكيا راح اشرح لك وعندك خطوة ثانية تربط قطعة الزيميبيكس أو الاكسايميبيكس على قطعة الكرونيكس ماكس وتلعب ماوسو كيبارت أو تلعب يده فكلهما أو اثنيناتهم راح يكون شغالة بس شنو وصلت مرحلة انه شايفين الهيب شايفين هذا الهيب مال الزيميبيكس هذا ما راح يشتغل ابدا ما راح يشتغل شقد حاولت شقد ربطتها حالية ما اشتغل يعني هسا تموت قولي بزارة لعتها شون شفت هذي هذي شات عندي يعني موجودة انا عندي ثم من عدي حالها لمايك هذا اللي اسجل بيه والكاميرا والكاميرا هذا المال فس كام هذا الهيب مالتهم فأنا مشتريه لهم يعني ما فكر اشتريه لقطعة ويحلي مشكلة ازمة طبعا يعني صدمت من اشتغلت وقعد تلعب بالفينغارد الكود 18 وامور طيبة يعني ماوسو كيبورد وعلى يده بلاي سيشن 5 ها على فكرة طيب هذي ما راح يشتغلوا اياك فلا جمس السوي تشتري هذا الهيب من تي تلعب ماوسو كيبورد فقط أما دا تي تلعب بس يدي على يده البلاي سيشن 5 ما تحتاج ما ليجي ويا قطعة الزيمي بيكس هذا ما راح يشتغل ما راح ينقل لك معلومات صحيحة على النظام اللي هو النظام البلاي سيشن 5 يعني السوفت مالت هاي القطعة ما راح تشتغل فاش راح نسويها هاني شمرها او مرش مرها يعني نعفو نخليه على صفحة نحتاج هب ولازم هذا الهب اول ما تشتري يعني على مدلة تتورط انت راح تشتري هب هذا يصد ما تتجول يوسبيات لونه ابيض لونه اسوى تشتري لون ازرق مثل ما راح تشوفون طبعا حتى اليو اس بي اللي هنا هم لونه ازرق هذا معناته يو اس بي ينقل لك معلومات سريعة فلازم هذا اليو اس بي اللي عندك او هذا الهب لازم يكون عندك متوفر ليش متوفر لان هو هذا مو نفسه يعني اي يو اس بي اي يو اس بي مستخرج مالته يكون يو اس بي 3 راح اشتغل ياك طبيع طيب هس اول خطوة ش راح اصيو ياك راح اربط اليدة اربط اليدة تل بلاي ستيشن 5 وراح اشوفك انه شون راح يشتغل ويانا انا اتمنى 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 يعني ان شاء الله ان شاء الله ما يفصل هذا برنامج يعني هذا من افتع لي التصوير يعني قبل قبل اصور هذا فيديو مفكد عن التصوير شغلت اللعبة اشتغلت برنامج فصل فلازم اقطع التصوير وترجع يشتغل اللعبة اتمنى ان شاء الله ما يفصل بالأثناء الشغلي طيب هسا اللي احتاجها شنو تحتاج تربط السلك مال يده وعلى فكرة لازم تركز بخطوات اللي حشرح ايها هذه القطعة وهذا السلك طبعا هذا ماوس وكيبورد هذا الماوس وهذا الكيبورد ذنس لكن وعندك هذا السلك هذا السلك يأتي ويا القطعة الإكرونيكس الإكرونيكس هذا تربط باللابتوب والحاسبة عندك لانه رح يظل دارك مشتغل وقت ما انه الريمونتي بلاي مشتغل باللابتوب عندك والحاسبة فرح يظل دارك مشتغل وقت ما تطفي يفصل عندك هذا الشغل اللي رح نشتغل عليه فهذا السلك هذا الواير أنا أشرح لكم على هذا الواير اللي وديت هناك دا أقولكم نفسه لهذه أمشكله جوه بالميز جوه هذي الميز الديسك توب والحاسب ما ماتي خاله فجار واير ومصل هنا عنا ندصور قدام الكاميرا أمامكم هذا السلك هذا شنو هذا قبل مربوط هس ربطنا هذي الربط على الحاسبة أو اللابتوب عندك هذا الربط اسعى اللابتوب بعد ما تسمع صوت الصافرة اللي طلعت من الحاسبة معناته أوكي شتغلت شتغلت شسوا بعد ما مو تربط سوية وعلى قبل لازم وحدة وعدة ويما شكل قطعة تلكرونيكس تسمع صوت الصافرة بالصفحة بتجاه الأيسر هس شنو ربطت عندنا ش راح نسوي اشتغل اللد هنا اللونة أبيض هنا مثل من اللي تشوفون فوق شعر بلاي ستشن نخليه على صفحة راح شنسوي راح نسوي أن نكنك نظام الريموت تي بلاي على نظام البلاي ستشن 5 مثل من اللي تشوفون طبعا هسه ربطت مثل من اللي تشوفون اشتغلت هذي هسه بالوقت الحالي شغال على شنو على اليد مثل من اللي تشوفون طبعا هنساني غبطت هذا الرابط مالتنا يد يدت البلاي ستشن 5 على القطع يعني هسه بعد ما راح تفصلوا اياك مثل من اللي تشوفون طبعا يشاشة عندي ما راح تفصلوا اياك هسه مثل من اللي تشوف تحكم كاملا ما راح تفصل اياك تقدر تستخدم السكريبت مدون ما تفصل ما بين 8 دقائق و 10 دقائق ماكو هذا الشي يعني جربت اليد على القطعة و جربت الموسو كيبورد ابدا ما فصلا لا 8 ولا 10 ولا 20 يعني مفتوح وقت ما انه انت فاتح البرنامج اللي هو ريمونت بلاي على اللابتوب عندك هو دارة مشتغل وقت ما تفصل يطف الريمونت بلاي هو رسلا على طول يفصل لاني السوفت هو يريد اللي يسه سحباني من البرنامج خاله لقطعة يعني وكأنه يعني السوفت مال هذا البرنامج ريمونت بلاي ببرمجة انه يشغل لك يده بلاي سيشن فور ويد اي يده كانت يشغلك اياها على نظام اتصال عن بعد فانت لازم تحتاج نت قوي نفس الرابط مع البي سيشن انت رابط النيت تكون على نفس الراوتر علامود ينقل معلومات كاملة متكاملة عن طريق الانترنت يعني تخلي اللابتوب ما تك منتصل بانترنت غير وهذا البلاي سيشن منتصل بانترنت غير خلين كلهم يعني نت واحد ويكون نت كل ما يكون اقوى ما لا شاء لعمود ليفصل هو ما لا شاء للنت بس عامود ليفصل عندك البرنامج اذا فصل عندك البرنامج او اللابتوب صارت بعيدة فاصل عليها النت فرح تفصل يأكل هاي هاذ العملية كلها يعني اللي تظل يأكل الصبح هاذ رح يكون شغال مثل ما يش تشوفون طبعا نحن طيب هس الخطوة الأخيرة اللي هاشرح لك عليها اللي هي المونس وكيبود خلال افصل 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 كش يطلع القطعة وحيد هاذ ش راح اسوي راح اخلي لدي هالشكل هاذ راح اربط القطعة اللي زي مي بيكس بهالشكل هاذ على هذا الهب اللي قلت لكم عليه نفس هذا الربط مثل ما اللي شوفون هذا الربط ما لدي فاش راح تسوي راح تربط نفس نظام اللي بلاي ستيشن اللي هو البلاي ستيشن 4 طبعا انا هس بديت اغلط ما بين اربط سبدون الكاربا لان الكاربا اللي جاي من الحاسب لازم تطيها اول بداية للقطعة وبعدين منصر الكاربان بيكس هم ورها شو راح يطلع عني راح يطلع عني زم بيكس على لذني السويش المطني فش سوي انت تاخذ ماوس كيبورد اوكي نفس الشي مرتنا قديم وتاخذ كنترول البلاي ستيشن 5 بعد ما ربطنا كل شي مثل ما تشوفون اه مثل ما تشوفون هذا ربط مرت شوف شوف شون راح تكون شغال كيبورد راح يكون شغال مثل ما تشوفون وعلى فكرة هذي الطريقة مثل ما تشوفون هذا الربط شوف هذا الربط ربط 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 اللي نحتاج على الموت شنو للعاب الموجودة على البلاي ستيشن 5 كنت تشتغل مو بس على اللعاب ما البلاي ستيشن 4 فاحنا ربط 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 هذا يعتبر صوف للقطعة انه شغلت لليدة البلاي ستيشن 5 على الجهاز البلاي ستيشن 5 وي القطع تشوف هذا الربط هذا هو الهب بالشكل هذا هذا الربط هو صح هذا الربط مرتنا كله مربوط مو البلاي ستيشن 5 مربوط على اللاب توب اللي عندك أو الحاسب اللي عندك مهما كانت اللاب توب عندك مهما كانت المواصفات الحاسبة عندك لو حتى كانت مكتبية بس مجرد الشغل لهذا البرنامج رح يحلك أزمة شبيرة ما رح تخسر فلوس 60 دولار و70 دولار على يدات ما يعني ما لها داع رح تخلي على صفحة انت وكو يدات رايزر توصل الى 100 دولار شفون ما رح تفصل نهائيا هس اش رح يشغل code 18 بس اتمنى كون هذا التصوير الجاي صور يفصل البرنامج فرح اشغل بل كأنه ما يفصل بسم الله مثل ما شفون اشتغل طبيعي يا رب ما يفصل لأن هذا 120 من افتح على البرنامج يفصل فمثل ما شفون طبعا هذا البرنامج اللي جاي اصور بي يفصل يعني يعتبر هذا نظام gaming انت قاعد تصور gaming هذا برامج الاستخدام يصور gaming واحد و دي سيكتوب واحد فمثل ما رح طبعا هذا الشيد مالتني هذا الشيد هذي اليد خليت تتكنك اللعبة وندخل لنا قيام وشوف كم نفس الاعدادات الزيم ايبكس مالتك اللي هنان انت مشغلها فش سويت روح على مالت بلاير بوع يعني ادى لعب موس و كيبورد على شنو على يدة بلاي ستيشن 5 مثل ما رح شوف هذا الشيد مالتي زيم بي كرونيكس وهذا السكراب ثاني خليل السكراب طبعا ما مال شسمي خلي ندخل القيام سريع و قل ندخل القيام ما رح أقلكم أطلع رح أسرع الفيديو خلي سرع الفيديو هنا وأرجع لكم بما انه قاعد يسرع مقطع فيديو انت لا تتبع بالشاشة اللي انا اصور من عدها مال ريمون تبلاي لأ لان ما عندي قطعة تلقات اصور لك الشاشة مال بلاي ستيشن 5 فقاعد بالشاشة مال بلاي ستيشن 5 هذه نقطة نو علي فقط فأتمنى من عندك لا تنسى ارجع مرة ثان وقل لك تشترك بالقناة وتحط لايك الفيديو لأن هذا تعب لك مجاني لك كمل الفيديو اللي خير عنهم وتستفاد معلومات طيب يا شباب مثل ما تشوفون هذا الموس وكيبورد أما مثل ما هذي أبو زهر خلن نشوف أنه واحد نجلدي طبعا هذا الشغل هس شنو كواحد وراي موس وكيبورد موت موت المهم يا شباب مثل اللي شفون هذه يعني إعدادات كاملة ومتفصل يعني مو بين 8 دقايق و 10 دقايق أبدا نكمل قيمك لحد الصبح يعني ما طول هذا البرنامج مش تغل عندك مو طول هذا برنامج مش تغل عندك ريمون تبلي فراح أمورك طيبة طيبة مثل ما شوفون طبعا أنا ما دايطونا عطوة ذولة طيبة شباب مثل ما شوفون أنا راح أشوف هس هو هذا على مودة شوف ك إنه نحن جا نلعب موس وكيبورد ما راح نحصل مشاكل القطعة وأيضا تقدر تستخدم السكريبت وما راح تفصل للقطعة ولا ما عندك هذي شين يا الله فوق هذاك المهم مثل من شوفون طبعا أنا مشغل هس البرنامج على التصوير هذا الكيبورد هذا الكيبورد عندكم وهذا الماوس أيضا هذا الماوس عدي هنا مثل من شوفون كل شغال بدون أي مشاكل ويدموز وسبيس وتوزع عداداتك من القطعة هذه وأمور بالسليم والله العظيم يا شباب تعبت تعبت لما ضبطت تطبيط صحيح والله العظيم تعبت طيب يا شباب هنا وصلنا إلى هذا الفيديو إذا عجبك الشرح وعجبك الخطة التي جايب لك إياها طبعا هذه باعو مثل من ترى تلعب يدها مو على فكرة مو ماوسو كيبورد قبل لأختم الفيديو كاملة كاملة اعدادات إذا تلعب يدها فهذه اليد تلعب مو كيبورد فهذه تبقى أنت راجع لك شي راجع لك مثل من ترى طبعا هذه اليد عن داخل القيم طيب يا شباب لأن وصلنا إلى هذا الفيديو أتمنى من عندك تشير المقطع فيديو أتمنى عندك خلي يحصلون هذه المعلومة المجانية التي تسوها بزهراء الحمد لله ضبطة تويانة وما حصل أنها مشاكل وقاعد تفصل لعب السين مشكلة شنو بهذه الربط أنه لازم تحتاج لابتوب يما كاروش ساعة شغال على هذا البرنامج يعني لازم لازم على مدة يعني تخلص من المشاكل المال أنه تربط موز وكيبار شنون طيب يا شباب نقلكم هنا ونوص نعطي هذا الفيديو ونقلكم يا شباب كل ساعة نقول للشباب كل جوي كل ساعة نقول لكم يلا شباب يلا شباب نمال